اشتاء القارس الى ان هناك فرق بينهما اهلا بكم حلقة اليوم ما الفرق بين القطب الشمالي والجنوبي مساحة القطبان كبيرة نسبيا حيث القطب الشمالي يتكون من المحيط الشمالي الذي يحيط به حدود اسيا و اوروبا و امريكا الشمالية الذي تبلغ مساحته 14.056.000 كم مربع اما القطب الجنوبي فيتكون اغلبه من قارة انتركاتيكا التي تبلغ مساحتها 14.000.000 كم مربع تقريبا وبهذا فان القطبان متقاربين بالمساحة تقريبا تم اكتشاف القارة القطبية الجنوبية قبل القطب الشمالي ب88 عاما حيث اول من هبط على القطب الشمالي كان كابتن باخر امريكي لصيد الفقمان وهو جون ديفيس في 7 فبراير عام 1821 لكن تم قيادة اول رحلة ناجحة في 14 ديسمبر عام 1911 من قبل راول امونسون اما القطب الشمالي تم اكتشافه في 6 نيسان عام 1909 من قبل روبيرت ادوين بيري عند الحديث عن درجة الحرارة فلا يوجد ابرد من القطبان الشمالي والجنوبي ويعد القطب الشمالي اكثر ادفا بكثير من القطب الجنوبي بحيث تتراوح درجة حرارته ما بين 26 الى 43 درجة مئوية تحت الصفر بمتوسط درجة حاره 34 درجة مئوية تحت الصفر وتم تسجيل اعلى درجة حرارة على القطب الشمالي هي 5 درجة مئوية اما القطب الجنوبي فمتوسط درجة حرارته هي 51 درجة مئوية تحت الصفر كما ان تم تسجيل ادنى درجة حرارة على وجه الارض في القطب الجنوبي وهي 89 درجة مئوية تحت الصفر اما اعلى درجة فهي 20 درجة مئوية 9 فبراير عام 2020 وهذا أمر غير طبيعي حيث أن القطب الجنوبي أبرد مكانا على كوكب الأرض والارتفاع في درجة الحرارة بهذا الشكل أمر غير مألوف القطبان مكانان باردان جدا ولا بد من الحيوان الذي يعيش هناك يتحمل ظروف البيئة القاسية ودرجة الحرارة المنخفضة ومن أشهر الحيوانات التي تعيش على القطب الشمالي هو الدب القطبي والثعلب القطبي وحيوان الفض وثور المسك أما القطب الجنوبي فأكثر الحيوانات كثرة ووفرة هو البطريق والفقمة والحيتان وطيور القطرس والكثير من الكائنات التي تكيفت مع صعوبات في هذا المكانان إذا كنت تتساءل عن سبب رودة القطبان فالجواب بسيط جدا إذ أن سطح الأرض كروية شك فأشعة الشمس لا تضرب القطبان إلا من زاوية واسعة وبالتالي تتشتت أشعة الشمس على مساحة واسعة مما يضعف طاقة التدفئة والتسخين وإلى جانب ذلك لون الثلج والجليد الذي يعكس أشعة الشمس بعيدا عن سطح الأرض مما يجعل هذان المكانان باردان على مدار الفصول الأربعة يعد القطب الجنوبي أبرد من الشمالي لسببان الأول إن القطب الجنوبي بمعظم أجزائه أعلى من مستوى سطح البحر بمسافة 2700 متر تقريبا أما الشمالي فهو بمستوى سطح البحر وجميع يعلم أن كلما ارتفعنا إلى الأعلى انخفضت درجة الحرارة أما سبب الثاني فيعود إلى أن القطب الشمالي هو بالأصل محيط متجمد مما يجعل قسما من البرودة يتم امتصاصها من قطع الجليد أما القطب الجنوبي فهو مكون من قارة متكونة بأكملها من اليابسة مما يجعل فقدان الحرارة أمرا صعب يعتبر الأسكيمو والسامي والروس السكان الأصليين للمنطقة الشمالية ويبلغ جمال عددهم أكثر من مليونين نزمة أما القطب الجنوبي فهو من الأماكن التي يصعب على الإنسان العيش عليها وتعد المنطقة الجنوبية مكانا لإجراء الأبحاث العلمية فقط هذا كان موضوع حلقتنا لهذا اليوم أتمنى أن استفدتم إلى اللقاء في فيديو جديد إن شاء الله ترجمة نانسي قنقر